السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم حبايب ايبيل طلاب قولها سنوان اعزائي نفعة عشرين اربعة وعشرين معاكم استاذ وديد العبد المدلس التاريخ للسواع العمالي نارض باذن الله احنا هنتدي قول حلقات شرح منهج التاريخ للصف الاول الثانوي مع منصة زيطوب التعليمية باذن الله تعال الاول قبل مشرح المنهج تعال اقول محرك المنهج ده عبارة عن ايه حدول اكيد؟ بسم الله وصله الله بص يا حبيب المنهج بتاعك ده عبارة تقريبا عبارة عن عن واحدتين ده المنهج بتاعك الواحدتين دون اول محدة فيهم بتتكون تهريبا ك Jeddah يبقى لي عبارة عن واحدتين الوحدة الاولى عبارة عن ثلاث الدروس والواحدة الثانية عبارة عن سبعة دروس هيدل الحديد يبكره الد professions الاولاني اللي هو الحضارة والتاريخ وده مقصدنا النهاردة ان شاء الله دحل على الشعب يلا بنا بقى كده لناخد البس الاولاري وتشوفه يتكلم عليه اللي هلقولك ده يجب غريب عليك ولا اللي هلقولك ده يجب عليك يكاد يجون انت خده قبل كده وانت قول عددي لكن لما كانت يقولك ان الانسان المصر القديم كان عايش حياه في الاول اسمها حياة التنقل والتحال كان الانسان عايش فين؟ قول انت كان الانسان عايش على الهضاء انسان اللي لا كان عايش على هذا بحر كل اللي بيعمله يبحث عن الماء والغزاء فقط لـ لما الانسان كان يبحث عن الماء والغزاء والمكان يخض من الاكل وشرب يسيبه ليتدور على مكان في أكل وشرب ويسمعه حياة التنقل والتحال game ان الانسان صغيرة منتيرت ب 괜찮 لذلك الانسان كان دائما التنقل والتحال من مكان لمكان لماذا؟ ولا بحث عن الماء والغزاء كان طابعاً من قديم منذ يومiki ايام العصر الحجر القديم بعدها الانسان ربنا كربه وعندما حلق بالهضوة بالجفاف فبقاش فيها لمية ولا اكل كده انتقل الانسان المصر القديم اللي بانتقل الدفاع في الميل غير امهار عرض الزراعة فالاستقرار فالكتاب فلا يسجل كل حاجة بكتبها يسجل كل حاجة بكتبها دي وهو ده الحضارة وهو ده عنوان ده السنة النهاردة الحضارة والتاريخ يبال الحضارة انا بقولها لك كلمة حضارة ده بالطريقة بينه وبينك اي حاجة الانسان المصر القديم كتبها من قديم الزمان حد وقتنا هذا يطلق عليه الحضارة لو انا دلوقتي اخترعت حاجة جديدة والناس كلها تكلمت عنها انا كده عملت حضارة في المحاجمين لو الناس كلها شكرت في الشرح بتاعي او الناس كلها شكرت في الطريقة المستغربة في الالقاء او اين كانت الطريقة اهو ده كده انا عملت حضارة الحضارة دي معناها مجهود الانسان بيعمله المجهود ده الناس بيتكلم عنه اجيال وراء اجيال وراء اجيال طالما حاجة شخص يعملها واتكلمت عنها اجيال كتير يبال الشخص له عمل حضارة خوف وخفرع ومنكرع او ال 14 هرب اللي موجودين في مصر هو انت تفكر اللي هرمات هي تجيزة دول 3 يا حبيب قلبي لا يا حبيب ال 14 هرب المهم يعني ال 14 هرب دول اللي تبانوا مين لحد الان احنا بنتكلم عنهم اه لحد الان بنتكلم عليهم يبقى من ساعة مخوف وخفرع ومنكرع وفلان 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 وحرامات لحد وقتنا هذا احنا بنتكلم عنهم وطالما اتكلمنا عنهم يبقى احنا كده المصر القديم ده كون حضارة يبقى الحضارة يعبار عن اين؟ حضرتك بتعمل مجهود المجهود ده ليه تأثير عند الناس؟ الناس كلها اتكلمت عنه اجيال 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 طالما اتكلموا عنه يبقى هو تتحضارة ساعتها اقدر اقولك دلوقتي بقى كلمة حضارة ديت معناها طيب بص يا حبيب قلبي والحضارة دي معناها تمرت اي مجهود يكون به الانسان نتيجة تفاعله مع البيئة لتحسين صلوف حياته اذا كان المادية او المعلوية التعامل الكون انا عندي بعض الحاجات الغريبة اوى هنا محتاج انا اركز عليها موضوع كلمة مادية وموضوع كلمة معلوية ديت ايه اللي جابهم في الموضوع؟ هو الانسان البناء ده واللي اخترع التليفونيات او اللي اخترع اللبات او الاخترع الكمبيوتر او اي ان كان الالة اللي اخترعوها كده بتقولي هو لبن اخترع الحاجة اللي اخترعها ليه؟ اكيد اخترع حاجة الناس كلها تشتريها فهو يكسب فلوس يعني كان الغرض في الموضوع يخترع حاجة ويكسب ويبقى مصدر ربح بالنسبة ليه هذا الجزء مادية ويبقى يبقى الواحد ده اخترع حاجة الناس كلها تكلمت عنها واصبح انه هو مشهور عند الناس يبقى هو كده كسب حب الناس يبقى معلوية يبقى الحضارة دي معناها ثمرت اي مكهود يكون به الانسان نتيجة تفاعله مع البيئة لتحسين ظروف حياته مادية او معلوية لتعميل الكمبيوتر ده تعريف الحضارة على فكرة ده تعريف الحضارة عند كل العلماء اللي طبقوا عليه بس فيه عالم بقى مختلف عن نمره شوية اسمه ويلد يورانت ويلد يورانت كان شايف ان الحضارة دي حاجة اخرى غير اللي احنا بنقوله يعني هو كان شايف حاجة اخرى غير اللي احنا بنقوله يعني مثلا مثال قد تعريف الحضارة هم تعالوا ناخد بقى لشان كنت بقولك دلوقتي الحضارة دي على وجهين اذا كان المادي او المعنوي تعالوا اقولك بقى الجزء المادي ده زي ايه والمعنوي ده زي ايه والجزء المادي ده زي العمارة الاختراعات كل دي امور مادية ممكن الواحد يشوفها ويلمسها الجزء المعنوي في الموضوع الاخلاقيات حد مثال ما الاخلاقيات والحضارة اللي احنا كنا بنشرحه انا عديدك مثال قول لي كده حد القدوة في حياتك انت بتعتبر القدوة لي انا مثلا هقولي عم سيدنا محمد او النبي على صف سنة او هقول مثلا يعني اعتيدي الشيخ الشعراء الواقوي الناس دي كونت حضارة الحضارة اللي احنا خدناها منهم حضارة مادية ولا معنوية انا عن نفسي شايفة معنوية فمستر تقول لي معنوية ليه كده تقول لي كده انت تعلمت اين سيدنا محمد طرق التعامل مع الناس انت تعلمت اين سيدنا محمد التسامح او التسامح ده مادي فاكد لا لان التسامح ده مش بيتمسك دي امور معنوية وهذا الاخلاقيات الثقافة لو انت تعلمت لغة جديدة او تعلمت طريقة جديدة كنت اندرك تحت بند الثقافة كل دي امور معنوية برضو مش مادية اخلاقيات الثقافة الفكرها كسر في نون اداب علوم كل ده ينزلك تحت بنده امور معنوية يبقى سريعا كده احنا قولنا كده تعلم الحضارة عبارة عن نين تمرت اي مجوز يكون به الامسان نتيجة تفاعله مع البيئة لتحسين ظنوف حياته مادية او معنوية لتعملكم طيب مش هنقول تلك ان كان فيه عالم كده مختلف كان بيتكلم عن الحضارة من قوله اتنظره تعال بقى اتكلم عنه طيب الشخص اللي قدامك ده اسمه ويلد يورانت ويلد يورانت ده رجل امريكي مؤرخ وقاديم امريكي ايا كان يعني طيب تعال اقولك بقى الرجل ده كان جايب تعريف الحضارة من قوله اتنظره ايه مختلف عمل بيتك بيقول فيها ان الحضارة هو طبعا الوهلة الاولى تيجي تشوف التعريف اللي هو قاله ويلد يورانت تحسه غريب قوي عن التعريف اللي احنا قلنا فوق يعني فهو احنا قلنا ثمرت اي مجهود تتحسيره ايا كان الحد الاخر بص رجل ده بيقولين نظام اجتماعي يعين الانسان على الزيادة في انتاجه الثقافي نظام اجتماعي يعين الانسان على الزيادة في انتاجه الثقافي يعني ايه بقى نستطيع تكون الحضارة دية من وجهة نظام اجتماعي المockعدب ويورانت معمولة للناس والغرض بما ان الجميع يزود انا قاربت بعض تاريخ المسيحين والتاريخ اليهود انهم بي Isaac ثقافة الديانة والمسيحية وثقافة البيانة اليهودية هي وجهة نظر ويلد يوران على فكرة التعريفين مش غلط التعريفين صح ودي وجهات النظر ومنطقش نختلف عليها يمكن تعريف الحضارة عند كل العلماء اللي اتبقوا عليه طمرت اي مجهود يكون به الانسان يتيجي تفاعله مع البيئة لتحسين ظروف حياته ماديا او معنويا لتعميل الكون اما بالنسبة اما بالنسبة ويلد يوران فبيقول فيها نظام اجتماعي يعين الانسان على زيادة بين التاج والثقافة صعب كده؟ الا صحيح عديك حتة سؤالك وتقول لي صح والغلب هل حضرتك تقدر تربط التاريخ تربط التاريخ والحضارة بالاستقرار هي غريبة شوية بس لممكن لو جمعتمت جملة مفيدة ممكن تنصح تنجرب كده دخل كلمة الاستقرار وكلمة الحضارة في الموضوع هل تقدر تطلع علي الجملة مفيدة فيها تربط الاثنين ببعث يعني مستقر الحضارة الفرعونية والإسلامية والحضارة الفنيقية والحضارة الأرانية والحضارة العراقية وكل الحضارات اللي قامت على مستوى العالم كلها ما فيش حضارة من دول قامت في أي دولة إلا لو كانت الدولة دي مستقرة يعني في مصر مثلا أيام ثورة 25 نايل أو ثورة 30 يونيوم أو أيام كورونا ما ينفعش مصرا كده أيام مرض كورونا أو أي مرض منتشر في الدولة حضارة تتعمل والناس كلها تتكلم عنها ده مش وقته ده مش وقته الدولة بضمور لأزمات سياسية أو أزمات اجتماعية أو أزمات دينية نخمص من تلك الأزمات ثم نخترع ونعمل أي حاجة تعمل حضارة يبقى الحضارة مش بتتنشأ في الحاجات بهاحدثات أو في الدولة فيها هذهaha luz يبقى الحضارة تنشأ في الأماكن والوقت بها استقرار Simَאrollingتك هل في استقرار هل في علاقة بواسطة ونشأة الحضارات أيها طبعا باعلامing كلما الدولة في hå استقرار السماء المصاري كلما الدولة في مستقر الراها عرف عامل مثل الانسان اللي خايbeat من البحر عمره ما هيقرب انه هو يحاول يوصل البحر او يتمه حتى من دعيده كل ما انت خايت منه فنقلي بالآية لو الانسان الخوف اللي عنده من البحر بهتشال فممكن ياخد كورس للعوم وكورس للغرش ويشتري ادوات السباحة كلها وينزل البحر قابل منه ومنك انا عايز اقول ايباك لما الخوف اللي عندك يتشال من الحاجة دي ساعتها انت ممكن تقدر تبدع وتعبل اللي انت عايشه لو انا بخاف مثلا من الاماكن العالية عمري ما هفكر انه اطلع مكان عالي حتى لو ايا كان ايه اللي ما بخاف لكن لما الخوف اللي عندي من الاماكن العالية دي اتشال انه اطلع للدور العالي وحقق على الصور كبان سيغ السؤال مشهولة من مقفو مولدي رنت كده نستنتج بعض الحاجات فبيقول فيها ما من دراسة للتاريخ الحضارة الملسية القديمة نجد ان معظم الابداعات والانشاءات ظهرت في العصور التي اتسمت بالامن والاستقرار يعني ايه المستطر؟ طول ما الدولة مستقرة هنقدر ان احنا نعمل حضارة طول ما الدولة مستقرة احنا هنقدر نعمل حضارة وبلاقا عليها مخذكر ما عليك بيجيلك سؤال في الامتحال في المقالة بالنظام الجديد بيقولك ما العلاقة بين الاستقرار ونشأة الحضارات تيجا اقول له طول ما تدولة مستقرة طول ما احنا نعرف نعمل حضارة او عندما يتحرر الانسان من خوفه تظهر داي عوامل الابداع والانشاء للمري في طريق فهم الحياة واصدارها لما تخوف اللي عندك تشامل الحاجة دي هتقدر تبدع ونتتخيل وتخترع كمان كده احنا خدنا لحد الان حاجتين خدنا تعريف الحضارة عند العلماء البقين وخدنا تعريف الحضارة عند العالم الامريكي اسمه ويل بيورانت رجل ده ويل بيورانت ده المؤلخ والقديم الامريكي كان عامل كتاب اسمه قصة الحضارة ليحكي فيه ان الانسان دايما لما يكون عنده خوف من حاجة ما يدرش ان هو يبدع او يخترع ولما الخوف اللي عنده يتشال اتفرج على الاختراعات اللي حيامل فمن دراسة التاريخ الحضارة المرسية القديمة مجد ان معظم الامداعات والانشاءات ظهرت في العصور التي اتسمت بالامن والاستقرار زي مثلا كده عصر بولاة الاعرامات كان في عصر الدولة القديمة اللي هو من الأسرة الثالثة لحد الأسرة الستة اما فترة الاضطرابات اللي هي بالنسباننا عصر الادمحلال الاول وعصر الادمحلال الثاني والعصر المتأخذ الحاجتين دول او الثلاث حاجات دول دول ثلاث فترات وحشين اوي كانوا موجودين في مصر القديمة وهذا معناه ما ينفعش ان كانت تقوم حضارة في الثلاث فترات دي لا في عصر الادمحلال الاول ولا في عصر الادمحلال الثاني ولا حتى في العصر المتأخذ اسموه حتى اخي وحشة ازاي نعمل حضارة في فترة زي دي؟ طيب بقى كده تعريف الحضارة سؤال غريب اوي هل ينفع نقول ان الحضارة تنتقل بمكان لمكان؟ غريبة اوي نسأل سؤال زي ده لا ينفعش اقول الحضارة تنتقل وحشة عديت مثال دلوقتي اللي اخترع اكلة الماكارونا الاسباكتي او اللي اخترع الاكلة اللي هي اسمها البيضاء هل تقول لهم ايه اللي اختراحها؟ ايطاليا حيب اوي طيب معنى هتتعامل في مصر هل ده معنى احنا نقلنا البيضاء من ايطاليا لحد مصر؟ لأنها امال الفكرة تنقلت يا حبيب قلبي تأثرها هو اللي وصل ولكن مش البيضاء تنتقل يعني اكيد مش الشريف اللي كان بيسوي البيضاء هناك اخذ البيضاء من ايطاليا ودخلها عندنا مصر امال احنا اخذنا الفكرة عنهم وعملناها في مصر اللي هرسم لك حكة حاجة تقدر ان انت تحل بيها اي سؤال متعلق بموضوع الحضرات ده اديني مثال يا مصر عنية لحضرتك مثلا اللي هرسمه لك ده هرسم لك اربع دوائر تحصوهم غراب الشكل كفي الوهلة الاولى ولكن لما تركز فيهم هتعرف ان انت تحل عليهم بص كده حبي انت مستغربها صح؟ لا مستغربش لو مستغرب احنا اتغرب اعمل كده 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 لا انا حسيت بتأثيره اهي نفس الفكرة الحضرات مش بتنتقل بالطريقة اللي بنغك وتخيلها ومال تأثرها يعني مثلا مثلا اول ناس اخترعت الاهرامات هم مين؟ المصريين من قدماء صح كده؟ تقدر تقول لي هل في حد على مستوى العالم حاول يعمل زيهم؟ الحضرات العراقية اهل العراق حاولوا يعملوا اهرامات زي مصر هل تبعناه ان احنا نقلنا الهرب من مصر وردناه لحد هناك العراق؟ لا طبعا ما احنا عملنا ايه؟ العراقيين سمعوا عن الاهرامات اللي قامد في مصر وحاولوا اللي هم يعملوا زي هكذا يطبعنا ما نقلناش الهرب احنا نقلنا الفكرة نقلنا التأثين اول حضرات اللي قامد على مستوى العالم كلها قامد في الشرق لهي الحضارة المصرية القديمة هذه واحدة وعندك الحضارة التانية اللي هي حضارة بلاد الرافبين اللي هي العراق ابو سموها بلاد ما بين النهرين ايا كان انت هتسميها ايه؟ ده الحضارات اللي قامد في الشرق العالم او الحضارات اللي قامد في الشرق لو عندنا احنا في جزء من النهرات مصر والجزء التاني موجود في العراق او موجود في نهرين اللي هم رجلة والفرق الحضارات دي الحاجات اللي هم عملوها سمعوا عنها الناس اللي بالغرب وحاولوا ان هم يقلدوها يعيد هالك تاني يعيد هالك تاني وكل بساطة هوا الناس اللي في الغرب دولت سمعوا عن الحضارات اللي قامد في الشرق وحاولوا ان هم يقلدوها يبقى العالم دي تأثرهم وصل لحد هدا الغرب دول بقى كان اياميها من الحضارة اللي كانت موجودة حضارة اليونان والرومان حلوة كده يبقى اليونانين والرومانيين سمعوا عن الحضارة المرسية القديمة وحبوا ان هم يعملوا زيها وفعلا تعرف ان اليونان والرومان قلدوا المصيني الكودماء في موضوع الالهة تعرف ان اليونان والرومان حبوا يعملوا فكهة المقابر الشبه المصيني الكودماء طالما حبوا وعملوا حاجه زي حد دي كده اسمها انتقال الحضارات او وصل تأثير الحضارات لحد عنهم بسي بقى الحضارات انتقلت مرة اخرى من الغرب الى الشرق يعني ايه مستر؟ يعني في الفترة دي الحضارة اللي كانت موجودة كانت الحضارة الاسلامية قعدت تقريبا الف سنة يعني ممكن نقوله مثلا عشرة كورين المسلمين سمعوا عن الناس اللي كانوا موجودين قبلهم واخدوا منهم حاجات طب اديك مثال اديك مثال انت عارف ان العملات زمان كان اسمها الدينار والدرهم صحي كده؟ الدينار والدرهم ده ده كانت عملة الاسواق قبل الاسلام وبعد الاسلام تعرف ان الدينار والدرهم ده اساسا احنا واخدينه من الرومان واخدينه من الكریس واخدينه من كریس على اذ終 الدرهم يعني احنا اخدنا فكرة حاجة عن الناس اللي قبلنا يبان الحضارة بدأت في الشرق عند الحضارة المسلمية القديمة أو حضارة بلاد الرفدين أو بلاد الثالث انتقلت إلى أو انتقلت أقتلها إلى الغرب فاليونانيين والرومانيين عاملوا حاجات شبه المصريين ثم تأثير الحضارة اليونانية والرومانية دي وصل لحد الشرق يعني وصل لحد المسلمين فالمسلمين قلدوا حاجات من الغرب ثم في الآخر الحضارة اللي قامت الغرب دي اسمها الحضارة الغرب بي الحديثة أنا عايز أقول لك بقى أن الناس اللي قامت في الغرب هنا والحضارة دي سامعوا عن الحضارة الإسلامية وقالدوا منهم حاجات أدي لك مثال الحضارة بتاعة أوروبا عدد الناس المسلمين في أوروبا يا حبيب قلبي في الوقت اللي بتكلم عنه في المنهج ده 5% يعني 5% مسلمين والـ 95% مسيحيين تقدر تقولي دلوقتي إزاي الإسلام وصل لحد الأوروبا ما هذا اسمه تأثير الحضارات يئم الناس الفاتحون المسلمون هم اللي حاولوا يفتحوا مهود الأخرى ويضموها للإسلام يئم الغرب دولة الأوروبيين سمعوا عن الحضارة الإسلامية عشان جد أسألك سؤال الحضارات تتواصل ولا تتسارع تتواصل أنا الحد الآن مش رحتش أي تسارعه حصل في الموضوع أو أي سلمية حصل يبقى الحضارات تتواصل حيث بدأت الحضارات في الشرك عند الحضاره المسلمية القديمة وحضار البلاد لنالنيم وحضاره البلاد التيس ثم اقت Chong ثم انتقل تأثيرها إلى الغرب عند الحضار الجنانية و casserole ثم انتقل تأثيرها مرة أخرى إلى الشرك عند الحضارة الإسلامية واستمرت ألف عام ثم انتهت آخر الحضارة عند الحضارة الغربية الحديثة خلي بالك منها الحضارات تتواصل لا تتصارع كده أنا قلت لحضارك أن الحضارات تتواصل لا تتصارع تعالى بقى نجمع في تكرس كده سريعاً اللي احنا قلناه مكتوب على مرة السنين تبادلت الشعوب ترافوها الحضاري من خلال الأخزة والعطار والتأثير والتأثر بحيث كما يزد كل حضارة عدل أخرى فيه الهوية الثقافية والخصوصية العقائدية يعني مسترد كل حضارة من الحضارات اللي احنا اخذناها للأربعة دولة كل واحدة من دول متميزة بشكل شكل واحد إذا كان في ثقافتها أو إذا كان في الدين بتاعها وإحنا قلنا أن الحضارات تفتكر أنه عاملة زي السلسلة الحضارة دي حبيب قلبي عاملة زي السلسلة هذه حلقة بتكمل التانية بتكمل التالتة بتكمل الرابعة كده يزبطك أن الحضارات تتواصل مش تتصارع خلي بالك من النهب بدأت الحضارات في الشرق عند الحضارة المسئية القديمة وحضارة العراق وهي بلاد مبايد النهرين يعني وحضارة بلاد تارس لحاليا دولة إيران اتنين انتخل تقفلها إلى الغرب أيام الحضارة اليونان والرومان ثم رجع مرة أخرى إلى الشرق عند الحضارة الإسلامية وقعدت ألف سنة يعني عشر كورون ثم انتهت في الآخر عند الحضارة الغربية الحديثة وهو عتنسى الحضارات تتواصل لا تنصارع طيب التاريخ طيب ما معنى التاريخ؟ أي حاجة حصلت قبل كده اسمها ماضي أو اسمها تاريخي يعني الموقف اللي حصل معايا من شوية وشرحت فيه حاجة معينة ده كده بالنسبة للمنهج اسمه تاريخ التاريخ ليه تعارفين للأمانة العلمية بصراحة تحطم علي أن أقوله لديه دي تعارفين التاريخ الأولاني كل شيء عدس في الماضي أو ممكن أقول لو أنا مثلا جربت قوله احتضارك على نفسي كده دلوقتي أنا من ثانيتين ثلاثة دربت على ايدي صح كده؟ ده اسمه ماضي تقدر تقولي ايه تأثير الضربة دي؟ انها حمرت أنا عايزة أقول ايني؟ ان التاريخ له تأثير على الماضي وعلى الحاضر وممكن أتنبأ للمستأثرة اديني مثال واضح وصريح فلان فلاني زميل حضراتكم مثلا ونفسر اسمه أحمد امبارح ما زكتش لتاريخ ماضي امبارح بناء عليها النهاردة صنيعه هيبقى وحش فهتوقع ان الامتحان اللي جايه هيجيب درجة منيلها يبقى انا ممكن التاريخ يخليني اتنبأ بالمستقبل واعرف الحاضر تاني التاريخ لو الماضي يخليك تتنبأ بالمستقبل وتعرف الحاضر فمثلا التاريخ هو علم يتناول النشاط الانساني في كافة الازمنة علم يتناول نشاط الانساني في كافة الازمنة المختلفة لمعاربة الماضي وفهم الحاضر واستشراك المستقبل او التنبؤ بالمستقبل بالمستقبل ايدي في ايدي طيب التاريخ ده ممكن يعلمني ايه؟ ده يعلمك خمسين الف حيات اولا التاريخ له عبر ووصايا واحكامه يعني مثلا مثلا اهلينا زمان كان يقولك من جدة وجد ومن زرعة حصد اكيد ما كانش قصدي جدي ولا جديتي لما نصحاتي بكلمة من زرعة حصد معناها اللي تزراعه حتحصده مش معناها اللي تزراعه معناها الخير اللي هتعمله معناها الشغل اللي هتعمله حيجلك نتيجة عليك مش معناها اللي تزراعه حيجيلك عليك يبقى همية دراسة التاريخ اول واحدة استخلاص العبر من تاريخ القرم السابقة عبر بقى عزة موعزة يعني مثلا من ضمن الموعزات اللي واحد يمكن يعرفها القصة اللي حصلت في التفان هي رتعة العراقي اولا العراقيين ما كانوش بيعابود ربنا فكانوا بيعابدوا آلهة اخرى غريبة كده اله كده اسل وعشتار المهم يعني ده اله الحب والحرض على الدول ربنا عشان ربنا عليهم ربنا بعث لهم طفان غدا الدولة كلها اللي عبره في الموضوع ان لازم الواحد منهش ربنا ولازم دائما نتقي ربنا في اللي بيعمله ويبقى لعمل حرمات ويركز في الحاجات الحلقة اتنين ابراز القدوات الصالحة مشان اقول لك انا عن نفسي واخد قدوة ليه سيدنا محمد الشيخ الشعروي الناس دي موجودة حاليا مش موجود الناس دي موجودة من امتى موجودة من زمان زمان دي معناها ماضي او تاريخ يبقى التاريخ ممكن يخليني اخطر واحد شخصية قدوة ليه ثلاثة تنمية الشعور بالمسئولية في المحافظة في المكاسب التي حققها المجتمع دلوقتي يا حبيب قلب انت عارف ان الفراعين والمصير القدماء سابرنا اهرامات ومقابل ومعابل ومسلات وواواواوا المفروض ان الاجيال اللي بعد كده كلهم مطالب منهم ان هم يحافظوا على الحاجات اللي غيرنا سابهننا يعني من فشح الاهرامات اللي كلها نهدرها ونكسرها وندمرها لازم نحافظ عليها عشان الاجيال اللي بعدنا واللي بعدنا واللي بعدنا اربعة الابتعاد عن التعصب ماينفعش اقول ان الحضارة المسئولية القديمة ما بيش غيرها على مستوى العالم قامت يا حبيبي انت عندك اربعين الف حضارة قامت على مستوى العالم ولكن انت يمكن عشان من مصر فشايف ان الحضارة المسئولية القديمة هي اول حضارة واخر حضارة بس ماينفعش تنكر وجود اي حضارة تانية ان الدين عند الله الاسلام بس ما نكرش ان فيه ناس تانية بتعبد البقر وفيه ناس تانية بتعبد الترسيح بتعبد حاجات غريبة ما نكرش وجودهم اه هم غلط بس ما نكرش وجودهم مثلا بالنسبة للكورة انا مثلا نفطرد ننتمي الى نادي ما ايا كان اسمه ما ينفعش اقول يا جماعة ما بيش نادي تاني غير اللي انا عندي بس لاي حبيبي لا تنكر فضل غيرك ولا تنكر حضارة غيرك ولا تنكر تاريخ غيرك قولك الاتعاد عن التعصم لانه يبين ان العالم لم يكن على حضارة واحدة او عنصر واحد او لغة واحدة لكل تاريخ او لكل امة نصبها من هذا الميدان يعني ايه مستر يعني مستر حبيبي قال لي ما ينفعش ان انت تنكر وجود حضارة ايا كان ما ينفعش ولا تنكر وجود ان فيه تاريخ ام في دولة ما برضو غلط كان كده خلي بالك اللي قلته النهاردة انا كده قلت لك ان الوقتي اهمية دراسة التاريخ استخلاص العبر من تاريخ الامم السابقة ابراز الكدوات الصالحة من الشخصيات التاريخية تنمية الشعور بالمسئولية الابتعاد عن التعصم مشهور اوي السؤال دا في الامتحان اقول لك فس اللي ما يأتي فس اللي ما يأتي ان دلوقتي ان التاريخ بيعلمنا الابتعاد عن التعصم ايوه فهلا صح منفعش ان احنا نقول ما بيغر الحضارة دي اقول هلو ازاي بك شخص الاجابة لانه يبين ان العالم لم يقم على حضارة واحدة او عنصر واحد او لقعة واحدة فكل امة وصبها من الحضارة بتاعتها على مدار الزمن كله هم اربع فترات من الزمن اللي مطالب منك تدرسهم اذا كانت العصور القديمة او العصور الوسطى او العصور الحديثة او العصور المعصرة بص يا روحي بص يا حبيب قلبي درافي هم الاربع عصور دول عشان تدرسهم عن بعض كل عصر من دول تميز بحاجة شكل يعني مثال العصور القديمة اللي هي الفترة اللي كان فيها الاهرامات والمقابل والمعابل والمثالات واختباع الانسان للكتابة واللسان اكتشف الزراعة كل ده حصل في العصور القديمة حضارة المسيح القديمة حضارة جنات الاعرامات حضارة بلاد الراق الدين حضارة العراق كل ده العصور القديمة العصور الوسطى تتسم بالطابع الديني اي حاجة فيها مسلمين او مسيحيين يبهنك وهشرحها لك دلواجه العصور الحديثة دي بقى اللي فيها الاستعمار الدولة تحتالي دولة ودي اللي فيها الاكتشافات الحديثة وحتى تعرفها برضو النهاردة ان شاء الله التاريخ المعاصد لحنا عايشين تلوقتي التلوث ما شاء الله مال البلد موجود عندنا رقم اثنين فيه جزء ايجابي لما الانسان طرع على سطح الامر خلي بالك اني لسه ما شرحتش ولكن بحاول اوصلناك رسالة ايه يا رسالة كل عصور من دول يا حبيب قلبي مشهورة بحاجة شكلة فمثلا تعال ناخده الاول اول عصور مثلا العصور القديمة اولا كل عصي من دول عشان تعرف ان انت تحفظه قليس لازم تعرف بيبطير من انت حبيب تتهم يعني العصور القديمة بدأت اواخر الالف الرابح قبل الميلاد يعني سنة 1400 قبل الميلاد انتهت سنة 476 ميلادين عارف ولا يخصيني 1000 رابح قبل الميلاد انه اللي يخصيني ذا وبصراحة والاخص حتى دي زمان روما اللي هي عاصمة ايطاليا كتعمة امبراطورية جيلة قوي ومن كتر الاتساحة كانت منقسمة الى جزئين الامبراطورية الرومانية الشرقية والامبراطورية الرومانية الغربية وعشان منقسمة الى جزئين الجزئ فيهم اللي سقط الغربية وهو بيسأل في الامتحان في السقوط الامبراطورية الرومانية الغربية ده اللي بيسأل فيه تمام؟ طيب اعرف ازاي ان السؤال ذا في الامتحان وت Volunt كان الي كتابته هو عصور� قديمة حاجة ماير Estoy원�ك بات 50% الانسان لدمكتشف الزراعة وعشان عندما اكتشف الزراعة أثنين وهو لو عرف الكتابة الانسان عندما منع المقابل ومعابل وبالضي العاص legally مرضي في الماتحان القديمة ونحن نجد أن أقول كل rhyme على الامتحان아니ا يعني مثلا عصر بونات القرماء في عصر ال medial Asia الحضارات المنصية القديمة كلها اللي هم الثلاثين أسرة اللي هم الثلاثين أسرة كلهم قاموا في الفترة دي حضارة بلاد بابين النهرين لحضارة العراق حضارة فنقيا لحضارة سوريا ولبنان حضارة بلاد فارس لحضارة إيران أعرف أنا ممكن أصعب عليك الدنيا في الامتحان إزاي؟ أعمل كالآتي رقم واحد إني أحط معلومة من أي حاجة من دول يعني بدل ما أقول لك حضارة فنقيا ممكن أحطولك سورة حاجة الفنقيين عملوها مثلا وأقول لك ده يا ندارك تحت بند أهني حضارة يبقى العصور القديمة بركت إمتى؟ والمعاية هنا هوايا خلال ألف الرابع قبل الميلاد إمتى سنة كام؟ 476 ميلادية الفترة دي إيه اللي حصل فيها؟ فقطت فيها الإمبراطورية الرومانية الغربية الإنسان اكتشف الزراعة الإنسان عرف الكتابة بنى المقابرة المعابد وقامت حضارات بصراحة معظم الحضارات اللي قامت ديه قامل على حوض البحر المتوسط بالأخص اللي اترك عليهم دون إذا كانت الحضارة الميلادية القديمة أو إذا كان حضارة ملات ما بين النهرين أو حضارة فنيقيا أو حضارة ثلاث فاس العصور الوسطى ودي اللي بدأت 476 ميلادية وانتهت 1453 ميلادية تعالى اقول لك بقى مدوع 1453 ميلادية في الفترة دي قام الفاتح أو الشخص اسمه محمد الفاتح فتح مدينة الكوستنطينية عاصمة الدولة بيزنطية اللي هو عاصمة الروم تاني احنا قلنا كده ان العصور الوسطى بدأت من 476 ميلادية إلى سنة 1453 ميلادية وأقول لك ان السنة دي اللي حصل فيها كلقات محمد الفاتح ده عثماني فتح مدينة الكوستنطينية عاصمة الدولة البيزنطية طيب تعالى ناخد بقى دلوقتي مش انا قلتلك العصور الوسطى تعرفها ازاي قلتلك تتسم بالطابع الديني صح كده الاسلام انتشر فيه والمسيحية انتشر فيه بس تفرق انت عارف ان المسيحيين اربع فئات يعني اربع مذاهب الكاثوليكي الارثوزوكسي والانجليين والبرستانت زي عندنا في الاسلام اربع مذاهب هم عندهم في المسيحية اشهر مذهب فيه عندهم هو المذهب الكاثوليكي او اوروبا بالاخص مشهورة بالمذهب الكاثوليكي زمان يا حبيب قال كان الكارد اوروبا اللي كان في حكمها الكنيسة يعني ليس حاجة اسمها حاكم لاوروبا حاكم لدول الكذا كان الحاكم ده هو البابا بتاع الكنيسة وكان بيسمونه بابا روما او كنيسة بابا روما ليه كنيسة الفاتيكان حالين الفاتيكان دي حتة في ايطاليا يعني اللي كان بيحكم ايطاليا او اللي بيحكم كاردة اوروبا هي الديانة المسيحية بالاخص المذهب الكاثوليكي اثنين قيام نظام الاقطاع في اوروبا طيب ما معنى اصلا نظام الاقطاع بس يا حبيبي اللي يصلي عندي كلمة الاقطاع هو معناه سوء توزيع الاراضي الزراعية يعني كده الاقطاع هو سوء توزيع الاراضي الزراعية بحيث فئة من الناس معها كل حاجة والفئة الاخرى ما تمتلكش حاجة يعني مثلا 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 في اراضي زراعية يبقى الناس الاغنية بس هما اللي معاهم الاراضي الزراعية والناس الثانية الغلابة معهمش اي حاجة طبعا باقيمة الظلم وده كان موجود في اوروبا وكان مشهور قوي اثنين الاسلام في الفترة دي بدأ يظهر وده كان في القرن السابع الميلادي اقولك سر حلو؟ على فكرة الاسلام لما انتشر من اول الصين يعني شرق اسيا وصل لحد الاندلس اللي هي اسبانيا انا قلتلك العصور الهسطة تتسم بالطابع الديني تمام؟ خلي بالك منها العصور الحديثة انا حريعك يا حبيب قلبي مصر كل عصر من دول دي يبتدي حيث انتهى الاخرون يعني العصور القديم انتهت امتى؟ 476 ميلاديا والعصور الوسطى برأت في نفس السنة 476 ميلاديا وانتهت كام؟ 1453 يبين يقول العصور اللي بعدها الحديثة تبتدي 1453 لحد بداية القرن الساعتاشر عايز تقول بقى بداية القرن الساعتاشر صح عايز تقول بقى لحد قيام الحرب العالمية الاولى قبل سابعة 14 برضو ما ليش مشكلة الاثنين واحد ليش ادنى مشكلة فيها طيب الفترة دي بعرض ازاي؟ اعرض ازاي من السؤال ده في الامتحال اجابة وعصور حديثة قلتلك لما تلاقي حاجة فيها اكتشافات صحا كده؟ قلتلك لما تلاقي مثلا حاجة فيها استعمار او النهضة او تطور فمثلا دور القربة في الفترة دي كانوا بتطوروا من نفسه وفي نفس الوقت ده كانت المصارع شغلت طاقة البخار يعني مسترباء اولا الثورة الصناعية معناها كالقاتي معناها ثورة هائلة بالتكنوجيا او في الالات المعددة قارة القربة كان عندهم فكرة في المواد الخام هم عايزين يتطوروا من نفسه يروحوا يشتروا او يروح يسرقوا المواد الخام من دولة تانية يسرقوها ازاي؟ يحتلوه؟ يبقى كلمة ثورة صناعية قارة او روبا ما كانش عندهم مواد خام يروح يحتلوا دولة غلبانة ياخدوا انها المادة الخامة وبعد ما يحتلوها ياخدوا المادة الخامة هنا يوردوها الحد عندهم يعملوا مصانع تشتغل بطاقة البخار والمصانع تشتغل طلع منتجات والمنتجات دي تتباع في نفس الدولة اللي هم احتلوها فاصبح دلوقتي هما بيكسبوا وانت بتخسر ظهور حركة الاستعمار اوروبي عارف يعني استعمار اوروبي كلمة استعمار اوروبي وده معناها كالقادي دولة تحتل دولة زي مثلا فرنسا فرنسا لما احتلت مصر او انجلترا لما احتلت العراق اي دولة احتلت اي دولة تشوف جغرافية يعني اين اي حاجة تم اكتشافها طبيعيا مثلا اكتشاف صخرة اكتشاف طريق يعني اكتشاف طريق رأس رجاء الصالح اللي اكتشف البرتغاليين يندلك تحت بنت العصور الحريسة تمام كده طيب تعال ناخد برضو ايه حتى كمان العصور المعاصرة حلو اوي طيب بص يا سيدي نفس اللي قلته من شوية العصور المعاصرة هتبتدي امتى العصور المعاصرة هتبتدي من نهاية اللي قبليه اللي هو نهاية العصور الحديثة لحد امتى مستر لحد دلوقتي اعرف ازاي ايجابيات في الموضوع تعال في العصور الحديثة كان بيحصل استعمار اوروبي دولة تحتل دولة انا بقول لك بقى النهاردة يا سيدي موضوع حركة الاستعمار موجود كل دولة قدرت تاخد استقلالها يعني تطلع الاستعمار من عندها الفترة دي في الجزء الايجابي فيها حصل فيها صورة هائلة من التكتنوجيا والاختراعات الحديثة حاجة حلوة لما بعته اول انسان طلع على سطح القمر بقى ابليكة الكلبة اللي اسمها ليزا لو حد ساكت فقد قد بقى السلبيات قد الإجابات مرتين حرب العالمية الاولى والتانية ولي بسببها جابت امراض ولي بسببها قامل للتلاوث حشان كده بيسموا العصور المعاصرة سلاحظوا حدينه او بيسموا العصور المعاصرة وجهان اللي عمنا واحدة يعني فيها الجزء الايجابي والجزء السلبي وتلك الجزء الايجابي في الموضوع اختراعات قلمية حديثة حركة التحرق من الاستعمار او ظهور الانسان على سطح القمر والجزء السلبي في الموضوع اذا كان التلاوث او الحرب العالمية الاولى والتانية او حتى الحروب العالمية المدمرة او حركة الامراض الخطيرة ده كده يبقى احنا خلصنا الدس الاولاني تعال بس قديك سؤالين عليهم حلوين اوي سؤال مقالة حيعجبوا حضرتك وعليا مشانو اتلك من شوية مضوع ثورة الصناعية انتظروا صناعة هناك من هناك هناك علاقة بين قيام النهضة الاوروبية والثورة الصناعية وبين الاستعمار اثرت النهضة الاوروبياة فى مختلف المجالات فكان اختشاف طاقة البخار والسAllahي coordinate bell كنت تتشغالة طاقة البخار السبب في حدوث ثورة الياثعية ظهرت اعلانه في الاسن الصناعية وسائل النقص عشان اقوللك هل disappearance الناقصا اتوجفي الناقص faux ذويبцы روح تحتل الدولة التانية تاخد منها الخلل في أرضها وبعدها روح تسطر الحرب عندها تعمل مصانع وآلات ومعدات تشتغل بطاقة البخار المصدع يطلع منتجات والمنتجات البعثين الدولة اللي هم احتلواها وهو دي صيغة السؤال اللي بتكلم عن الشرح اللي أنا قصرته آخر صيغة سؤال يقول لك يرى بعض العلماء التاريخ أن للحضارة دورة حياة تشبه دورة حياة الكائن الحية أي دولة في الدنيا حبيب قلبي عندها دورة حياة عندها أربع حاجات الإنسان والدولة اللي تنزي بعض من حسك الآتي دولة تنشأ بعدها الدولة تكبر دولة تنضج دولة تضمحل مرحلة مرحلة الطفولة اللي هي الإنسان انتقل فيها من حياة التنقل والترحيل إلى حياة الاستقرار مرحلة الشباب الإنسان فيها بدأ تظهر حياة المدنية والتحضر معناها الإنسان بيتطور مرحلة الندج دي بقى اللي احنا طورنا من نفسنا فيها درجة ان احنا بانينا حاجات جبنا معرفش يعمل زيها مرحلة الشيخوخة دي بقى اللي هي بسموها عندنا في المنهج فترة المحلال الأول وعصرة المحلال الثاني دول فترتين كانت مصر مصر فيها ضيفة أوي لدرجة اللي يستغلها مجموعة للناس الرعاية اللي برعو الأخنابي اللي موجودين في أسيا اللي هم الهكسوس يبه هذا معناه الدولة شبه الإنسان الدولة تتولد يعني تنشأ الدولة تجبر الدولة بعدها بتموت مش تموت معناها تدعب وتتمحل واستغلها ناس تانية وده كان كلام ابن خلدون كده يبقى نخلصنا الدرس الأولاني اللي هو الحضارة والتاريخ واشوف حضراتكم على خير في الفيديو الجاي إن شاء الله كان معكم مستر واليد العم مدرسة ديخل السواء العامة من منصف ذاتوب هتبقى التوب سلام عليكم اشتركوا في القناة